اهلا بكم ربع ابتدائي ومعانا النهاردة فيديو الاسئلة على تاني درس عندنا في الدرسات بعنوان المصادر الاولية والمصادر السانوية وبعد ما تنسمع مع بعض الفيديو ده ونشوف هنحل الاسئلة ازاي هتلاقيني سايبلك لينك تحت الفيديو على طول علشان تحمل كل الاسئلة دي بي دي اف وتقدر تطبعها وكمان هتلاقيني سايبلك لينك للواجب علشان تحل وتكتبلي درجتك كام ويلا بينا نشوف الاسئلة بتاعتنا على تاني درس عندنا بتقول ايه واول سؤال عندنا سؤال الخريطة وبيقول لي لاحظ الخريطة ثم اجب يعني قدامك خريطة شوف الارقام اللي عليها وشوف كل الرقم موجود على ايه زي مثلا رقم واحد بيقول لي يشير رقم واحد على الخريطة الى ايه رقم واحد ده ايه اقوله ده البحر الاحمر لاننا خدنا في الدرس ده حاجة اسمها قناة السويس وعرفنا ان قناة السويس ده بتربط البحر الاحمر اللي هو ده بالبحر ده اللي هو البحر المتوسط فعلا رقم اتنين بيقول لي يشير رقم اتنين على الخريطة ايه رقم اتنين ده احنا لسه ايه اقوله ده البحر المتوسط طب رقم تلاتة يشير رقم تلاتة على الخريطة ايه ايه الحاجة بقى اللي بتوصل البحر الاحمر بالبحر المتوسط اقوله ده قناة السويس قناة ايه قناة السويس طيب دي الأسئلة اللي ممكن تجيلي على الخريطة في الدرس ده أول حاجة أعرف مكان البحر الأحمر واعرف مكان البحر المتوسط واعرف اللي بتربط بينهم حاجة اسمها قناة السويس طب تاني سؤال عندي بيقول لي أكمل العبارات التالية بما يناسبها من بنك الكلمات أنا جايب لك شوية كلمات وجايب لك شوية أسئلة أكمل وإنت بتآجب شوف الكلمات دي واختار منها يعني مثلا رقم واحد بيقول لي تعد أحد المصادر الثانوية إيه من الكلمات اللي قدامك دي مصادر الثانوية أقول له تعالى ماشي مع بعض أول كلمة اسمها أوليا ملهاش دعوه حقيقة ملهاش دعوه الموسوعات أقف هنا إحنا اتفقنا أن المصادر الثانوية يعني الحاجات اللي كتبت بعد وقت كبير جدا من وقوع الحدث زي الكتب والموسوعات والأبحاث تاني إيه وإيه الكتب والموسوعات والأبحاث التلاتة دول بقول عليهم مصادر الثانوية طب إنت عندك إيه من التلاتة عند كلمة الموسوعات يبقى كتب الموسوعات طب رقم اثنين تم حفر قناة السويس بسواعد يعني بقى ياد مين أقول له المصريين طب تعالى كده نشوف المصريين في الكلمات كده أقول له هنا كلمة مصرية يعني بسواعد مصرية طيب رقم ثلاثة تربط قناة السويس بين البحر الأحمر وإيه اقول له على طول من غير ما بص على الكلمات بين البحر الأحمر والبحر المتوسط يبقى القناة السويس بتربط بين البحر ايه والبحر ايه بين البحر الأحمر والبحر المتوسط طيب رقم أربعة بيقول لي برضية إبارس في الطب بتعود مصدرا اقول له ايه الكلام ده برضية يعني ورق من الورق القديم اللي كان أجدادنا بيكتبوا عليه أول ما يجيب لك كلمة برضية على طول يبقى دي مصادر أولية لأن أنا وإنت الوقت ما بنكتب ش أصلا على برضيات انا وانت بنكتب على ورق عادي اجدادنا القدماء المصريين هم اللي كانوا بيكتبوا على ورق اسمه البردي يبقى اول ما لاقي كلمة برديات تبقى مصادر ايه اوليا يبقى نعرفت كده ان البرديات من المصادر الاولية طيب رقم خمسة احد المصادر الاولية حاجة من المصادر الاولية التي يمكن الاستعانة بها لدراسة التاريخ القديم ارجع للكلمات وشوف لإيه اللي مناسب انها تبقى مصادر اولية اقول له كلمة النقوش النقوش ايوه اجدادنا المصريين القدماء كانوا بينقوشوا على الجدران والمعابد اما بقى الوقتي انا وانت حد فينا بينقوش على الجدران كلمات لا طبعا احنا كل حاجة بنكتبها على الورق مين اللي كان بينقوش ايام زمان اجدادنا المصريين القدماء يبقى النقوش برضو من المصادر الاولية يبقى البرديات مصادر اولية النقوش مصادر اولية طب رقم ستة ايه هي المعلومات التي تم اثبات صحتها والتأكد من دقتها يعني ايه المعلومة اللي انت متأكد منها دي بنقول عليها ايه بنقول عليها حقيقة يبقى المعلومات التي تم اثبات صحتها والتأكد من دقتها تسمى حقيقة طب رقم سبعة بيقول لي التعبير عن وجهات نظر شخصية قد تكون صحيحة او خطأ يعني واحد بيقول شعوره بيقول وجهة نظره ممكن يقول على الحاجة دي حلوة واحد تاني يقول لي لا ده مش حلوة دي وجهة نظرك دي حقيقة اقول له لا دي رأية يبقى رقم سبعة لما واحد يعبر عن وجهة نظره ممكن يبقى صحة وممكن يبقى غلط فبقول على ده رأيي اما المعلومات بقى اللي متأكد منها دي اسمها حقيقة طب نخش بقى على تالت سؤال عندي وبيقول لي اكتب كلمة صواب امام العبارات الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارات غير الصحيحة يعني عايزك تشوف الجملة اللي انت هتقراها دي صحة ولا غلط وخلينا نتفق اتفاق لما تيجي تحل اسئلة صح وغلط اقرى السؤال وافهمه الاول يعني ايه يعني رقم واحد بيقول لي المصادر الاولية اقصر دقة من المصادر السنوية اقول له على طول صح المصادر الاولية دقيقة لانها اتعملت زمن وقوع الحدث اما المصادر السنوية اتعملت بعد مرور زمن طويل من وقوع الحدث يبقى النهي اللي دقيقة وصحيحة اكتر المصادر الاولية طب رقم اتنين بيقول لي تعد لوحة نعرمر اللي هو مينة من المصادر السنوية استنى هنا ايه لوحة نعرمر دي كمان اقول لك بص في ملك ايام زمان ايام اجدادنا المصريني القدماء كان اسمه الملك نعرمر وسعاد بنقول عليه الملك مينة كان له لوحة اللوحة بتاعته دي بقى اللي عملها ايام زمان مصادر سنوية غلط طبعا اي لوحة لملك كان عيش ايام زمان هو اللي عملها وتعملت في وقته تبقى مصادر اولية لان اللي بيفرق بين المصادر الاولية والمصادر السنوية الزمن الوقت اللي اتعاملت في الحاجة لو الحاجة دي اتعاملت ايام زمان تبقى اولية لو اتعاملت الوقتي تبقى سنوية يبقى رقم اتنين طبعا غلط لان لوحة نعرمر دي مصادر اولية من السنوية طب رقم تلاتة ازدادت اهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس الجديدة يعني اهمية موقع مصر بقى كويس بعد ما حفرنا قناة السويس الجديدة اقول له طبعا صح كلما تعمل حاجة في مصر زيادة اهمية موقع مصر بيزيد طب رقم 4 تربط قناة السويس الجديدة بين نهر النيل والبحر الاحمر هي قناة السويس الجديدة هي اللي بتربط بين نهر النيل والبحر الاحمر اقول له غلط اقول له ايام زمان كان فيه قناة بتربط بين البحر الاحمر ونهر النيل اسمها قناة سيزوستيريس اللي اتحفرت ايام مين ايام الملك سنوسرت الثالث تاني يبقى ايه القناة اللي بتربط بالنهر النيل والبحر الاحمر ايام زمان مش الوقتي اقول له قناة سيزوستيريس طب اتعملت ايام الملك مين ايام الملك سنوسرت الثالث علشان يجيلي السؤال رقم خمسة ويقول لي حفرت قناة سيزوستيريس في عهد الملك خوفه اقول له غلط انت دي الساقيل ان القناة دي تحفرت في عهد الملك سو نوسرت الثالث الملك مين؟ سو نوسرت الثالث طب رقم 6 ياجب علينا تحر دقة المعلومات قبل نشرها يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما قولك معلومة هل تبقى تاخد المعلومة دي وتروح مثلا تكتبها على فيسبوك وتنشرها من غير ما تتأكد؟ اقول له لأ طبعا لازم اتأكد قبل منشر اي معلومة فهنا بيقول لي يجب علينا تحر دقة المعلومات قبل نشرها يعني لازم اشوف المعلومة دي صحة ولا من الصحة قبل ما انشره اقول له صحة طب رقم سبعة النقوش على جدران المعابد النقوش اللي بتبقى على جدران المعابد والوسائق الرسمية يعني الورق الرسمي بتاع الدولة دي من المصادر الاولية اقول له صحة النقوش مصادر اولية الوسائق الرسمية مصادر اولية البرضيات مصادر اولية طب رقم تمانية بيقول لي الموسوعات والمقالات من المصادر الاولية اقول له غلط ليه أقول له لأن كلمة الموسوعات دي عبارة عن شوية كتب مع بعض بنقول عليهم الموسوعات وإحنا اتفاقنا إن إحنا عندنا الكتب والموسوعات وكمان الأبحاث دي مصادر سانوية مش أولية طب رقم 9 كتاب مصر الحديثة كتاب يعتبر أحد المصادر الأولية للحصول على المعلومات غلط قلنا الكتاب والموسوعات والأبحاث إيه عبارة عن مصادر سانوية مش أولية يبقى لازم أحفظ التلاتة دول الكتب والموسوعات والأبحاث مصادر سانوية مش أولية طب رقم عشرة تقع مصر في قارة إفريقيا مصر موجودة في قارة اسمها قارة إفريقيا تعبر هذه العبارة عن وجهة النظر دي وجهة نظري؟ لا طبعا غلط دي حقيقة انت بتقول لي معلومة ان مصر موجودة في قارة إفريقيا والمعلومة دي على فكرة هتتأكد منها في الدرس اللي جاي تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي لقارة إفريقيا تحديدا يعني كده كده مصر موجودة في قارة إفريقيا يبقى مش وجهة نظر لا دي حقيقة يبقى كده رقم عشرة غلط طب رقم حداشر تمتلك مصر العديد من الموارد الطبيعية المتجددة هذه العبارة تعبر عن حقيقة يعني ايه؟ يعني مصر بلدنا ربنا سبحانه وتعالى خلق فيها موارد متجددة حاجات كتير جدا زي المياه العزبة والمياه الملحة وعندنا الشمس كل دي موارد ربنا ادهنة هل دي حقيقة ولا رأي؟ اقول له لا طبعا حقيقة يبقى رقم حداشر صح يبقى تمتلك مصر العديد من الموارد الطبيعية المتجددة هذه العبارة تعبر عن حقيقة اقول له صح طيب كده احنا خلصنا ثالث سؤال عندنا اللي هو سؤال صح وغلط ويلا بينا نخش على السؤال الرابع عندنا وبيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم واحد حفرت قناة سيزوستريس في عهد الملك مين؟ اقول له على طول قناة سيزوستريس حفرت في عهد الملك سونوسرتي التالتة في عهد الملك مين؟ سونوسرتي التالتة طب رقم اتنين حفر المصريون قناة السويس تحت إشراف مين؟ اقول له تحت إشراف مهندسين فرنسيين طب في الاختياري جايب لي تحت إشراف انجليزي ألماني فرنسي ما تكملش هي فرنسي يبقى تحت إشراف فرنسي لان اللي كان بيشرف على المصريين مهندسين فرنسيين طب رقم تلاتة المعلومات اللي انت تأكدت من صحتها دي هي ايه اقوله دي حقائق يبقى المعلومات التي تم التأكد من صحتها دي عبارة عن ايه حقائق طب رقم اربعة بلغ عدد سكان مصر اربعة وتسعين مليون نسمة يعني اربعة وتسعين مليون واحد سنة 2017 دي ايه هل رأي ولا خيال ولا حقيقة ولا وجهة نظر اقولك بص اول ما تلاقي رقم اعرف ان دي حقيقة يعني اول ما لقي ارقام يبقى حقيقة او لقيته جايب لك ارقام سنة معينة يبقى دي حقيقة اما بقى لو جايب لك اجمل احسن افضل يبقى رأيك لان ممكن اشوف حاجة كويسة وانت متشوفاش كويسة فده رأيك وده رأيي زي مثلا السؤال رقم خمسة بيقول لي مدينة الغرداء اجمل مدن العالم اجمل مدن العالم هذه العبارة تعبر عن ايه اقوله رأيي على طول مدام قلت اجمل احسن افضل اروع يبقى انت كده بتقول رأيك اما بقى لو بقول معلومة او بقول ارقام يبقى دي حقيقة على طول طب رقم ستة البرضيات المصرية تعود من المصادر من غير ما بص في الاختياري احنا اتفقنا البرضيات النقوش حتى الوسائق الرسمية اي حاجات من دي اسمها مصادر ايه اقوله على طول دي مصادر اولية لان دي حاجات كانت موجودة ايام زمان ساعة وقوع الحدث طب رقم سبعة احد المصادر السنوية شوف لي ايه اللي قدامك دول في الاختياري مصادر سنوية هل البرضيات احنا قلنا البرضيات مصادر اولية الوسائق الرسمية برضو قلنا دي مصادر اولية النقوش برضو قلنا مصادر اولية لان الحاجات دي كانت موجودة ايام زمان يعني ساعة وقوع الحدث طب الموسوعات اقوله على طول الموسوعات لان احنا عارفين ان الكتب والموسوعات والابحاث دي مصادر سنوية مش اولية طب رقم تمانية عند كتابتك بحثا عن اهمية موقع مصر تستخدم احد المصادر السنوية وهو ايه معنا السؤال لو انا عايز اكتب بحثة المدرس عندي في المدرسة طلب مني اكتب بحثة عن اهمية موقع مصر اتكلم عن مصر ايه بقى المصادر السنوية اللي ممكن استخدمها هل الافلام التسجيلية دي مصادر سنوية يعني ايه اصلا افلام تسجيلية اقولك لو قلتلك مثلا ساعة حرب ايام زمان اسمها حرب اكتوبر حرب اكتوبر دي حصلت بين الجيش بتاعنا الجيش المصري والجيش الاسرائيلي في الوقت ده كان فيه قمرات وبتصور القمرات اللي صورت افلام تسجيلية في الوقت ده شافت اللي حصل ولا ما شافتش شافت فبنقول عليه دي فبنقول على الافلام دي افلام تسجيلية يبقى الفيلم التسجيلي دي مصادر شافت اللي حصل فبنقول عليها مصادر اولية فمش هي مصادر سنوية طب البرضيات احنا اتفقنا ان البرضيات مصادر اولية طب الوصائق الرسمية برضو احنا لسه ايلين ان الوصائق الرسمية مصادر اولية طب الكتب على طول الكتب لان المصادر السنوية كتب وموسوعات وابحاث ايه كتب وموسوعات وابحاث طب رقم 9 النقوش المرسومة على توابيت الملوك الفراعنة من المصادر ايه النقوش اللي على التوابيت اللي أجدادنا نقشوها على طول تبقى مصادر إيه؟ أقول له على طول مصادر أولية لأنها عاصرت الحدث وتعاملت ساعة وقوع الحدث أجدادنا اللي عملوها مش إحنا اللي عملناها فتبقى مصادر أولية طب رقم عشرة نهر النيل أطول أنهار العالم أطول نهر في العالم هو نهر النيل هذه العبارة تعبر عن إيه؟ أقول له دي حقيقة طب ليه ما قلتش رائي؟ أنا ما بقولكش أحسن نهر ما بقولكش أجمل نهر ما بقولكش أروع نهر أنا بقولك أطول نهر الطول زي الأرقام بالزبط مدام قلت لك أطول أو أقصر أنا كده بقول معلومة يبقى دي حقيقة يبقى نهر النيل أطول أنهار العالم تعبر هذه العبارة عن حقيقة طب رقم حداشر كل ما تم تدوينه بعد مرور زمن طويل من وقوع الحدث ينطبق هذا التعريف على إيه؟ طبعا اللي تكتب بعد مرور زمن طويل دي مصادر سانوية طيب هو مش جايب لي في الإختياري مصادر سانوية ده هو جايب لي أول حاجة لوحة نعرمر هل لوحة نعرمر تكتبت بعد زمن طويل؟ أقوله لا لوحة نعرمر اللي هو الملك مينا ديت اللوحة بتاعته هو اللي عملها فديت مصادر أولية من السانوية يعني تكتبت زمن وقوع الحدث مش بعد مرور زمن طويل طيب برضية إبريس أنت لسه بتكتب على برضيات الوقتي؟ أقوله لا طبعا دي مصادر أولية طيب صورة لإفتتاح قناة السويس لو صورة اتصورت ساعة قناة السويس ما تفتحت أول مرة ديت مصادر سانوية ولا أولية؟ أقوله أولية ليه أولية؟ أقولك لإن الصورة دي ساعة افتتاح قناة السويس يعني هي اللي صورت في نفس الزمن ونفس اللحظة فالصورة دي أصبحت مصدرا أوليا فالصورة بتاعت قناة السويس دي أصبحت مصدرا أوليا طيب بحث عن الملك خوفه أقوله هي البحث عن الملك خوفه ده مصدر سانوي ليه سانوي؟ لإننا اتفقت إن الكتب والمقالات والأبحاث دي عبارة عن مصادر سانوية كتبناها بعد مرور زمن طويل من وقوع الحدث أما أي حاجة حصلت في الزمن نفسه اللي بتتكلم عنه قصة يبقى مصدر أولي أما الحاجات اللي كتبت بعد زمن طويل دي مصادر سانوية يبقى الفرق بين المصادر الأولية والمصادر السانوية في زمن وقوع الحدث لما لقى الحاجة حصلت في وقتها يبقى ده مصدر أولي لقيتني مثلا بعمل كتاب أو بكتب مجموعة كتب بقول عليها موسوعات أو بعمل بحث دي مصدر سانوي لإن كتبته بعد مرور زمن طويل من وقوع الحدث يلا بينا نخش على آخر سؤال عندنا وبيقول لي أجب عما يأتي رقم واحد حدد سببا واحدا لوجود اختلاف بين الحقيقة والرأي يعني إيه؟ يعني عايزك تقول لي إيه الحقيقة هي إيه؟ والرأي هو إيه؟ أقول له تعال الحقيقة دي معلومات تم التأكد من صحتها أما الرأي ما يشعر أو يفكر به شخصا تجاه موضوع معين قد يكون صحيحا وقد يكون خطأا يعني رأيي ده ممكن يبقى صحة وممكن يبقى غلط أما الحقيقة لأ دي معلومات تم التأكد من صحتها يبقى الإجابة هنا هنكتب التعريفين بتوع إيه؟ الحقيقة والرأي طب رقم اتنين بيقول لي اكتب تفسيرا واحدا لضرورة الاعتماد على الحقائق في اتخاذ القرارات يعني أنت ليه بتعتمد على الحقائق وانت رايح تاخد قراراتك أقول له لكي تكون قراراتي صحيحة لازم اعتمد على الحقائق لأن الحقائق دي معلومات تم التأكد من صحتها يبقى ليه قبل ما اخد قرار لازم اعتمد على الحقائق مش الآراء أقول له لأن الحقائق دي معلومات تم التأكد من صحتها وبالتالي ستكون قراراتي صحيحة تبقى الإجابة لتكون قراراتي صحيحة لأن الحقائق معلومات تم التأكد من صحتها يبقى لتكون قراراتي ايه؟ صحيحة طب لو مش عايز اكتب كل الاجابة دي اقول له لتكون قراراتي صحيحة يبقى انت بتعتمد على الحقائق ليه؟ لتكون قراراتي صحيحة طيب رقم 3 بيقول لي اكتب وجه تشابه واختلاف واحد بين المصادر الاولية والمصادر السنوي ايه التشابه اللي بينهم؟ وايه الاختلاف اللي بينهم؟ أقول له المصادر الأولية والمصادر السنوية أنا وإنت بنستخدمهم ليه؟ أقول له علشان نعرف اللي حصل يعني لتوصيق المعلومات والأحداث يبقى التشبه بين المصادر الأولية والمصادر السنوية توصيق المعلومات والأحداث أنت بتحتاج المصادر دي والمصادر دي علشان تتأكد من المعلومات والأحداث طيب إيه اللي اختلاف بينهم؟ أقول له المصادر الأولية كل ما تم نقشه أو تدوينه لأشخاص عصروا الحدث أو شاركوا فيه يعني كل حاجة اتناقشت او اتكتبت لناس كانوا موجودين ساعة وقوع الحدث ساعة وقوع القصة بتاعتهم طيب المصادر السنوية اقوله لا ده كل ما تم تدوينه بعد مرور زمن طويل من وقوع الحدث طب ايه كمان اقوله المصادر الاولية دي اقصر دقة طب المصادر السنوية اقوله دي متوفرة يسهل الحصول عليها يعني كتيرة يبقى احنا كده عرفنا التشابه والاختلاف بين المصادر الاولية والسنوية ايوه التشابه الاتنين لتوصيك المعلومات والاحداث طب في الاختلاف اقوله التعريف بتاع المصادر الاولية كل ما تم نقشه او تدوينه لاشخاص عصروا الحدث او شاركوا فيه ودي اقصر دقة اما المصادر السنوية كل ما تم تدوينه بعد مرور زمن طويل من وقوع الحدث وديت متوفرة يعني سهل جدا الاقيها كتيرة اوي وبكده نكون خلصنا اسئلتنا على تاني درس عندنا ما تنساش تنزل تحت الفيديو علشان تحمل الاسئلة دي وتطبعها براح طقة وكمان علشان تحل الواجب تحياتي ليكم مستر عطى زكي شحطو